السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر نصف ضيف اليوم في الستوديو الخبير في الشؤون الأوكرانية دكتور ربيع كنج أهلا وسهلا بك دكتور ربيع في الستوديو الميادين حضرتك قادم من أوكرانيا نود أن نتعرف على الأوضاع حاليا على الأرض هناك هناك دائما تفاصيل داخلية لا نعرفها كثيرا نود أن نتعرف عليها من حضرتك نعم الحقيقة أنه في أوكرانيا اليوم بعد ضم القرم من قبل روسيا الاتحادية هي روسيا منذ فترة طويلة وتعتبر القرم أرض جزء من أراضيها وخصوصا مدينة سيفاستوبل مدينة سيفاستوبل بالنسبة للروس هي مدينة لا تعني فقط موقع أسكري استراتيجي أو اقتصادي أو حتى موقع سياحي والقرم كله كذلك بالنسبة لروسيا الاتحادية هذه المنطقة هي منطقة المجد الروسي ومجد البحري الروسي تحديدا من أيام الحرب العالمية؟ قبل الحرب العالمية؟ حتى قبل الحرب العالمية؟ هذه حتى قبل الحرب العالمية سنة 1770 روسيا ضمت أول مرة القرم إلى مناطق نفوذها بأيام الأمبراطورة الروسية كاترينة الثانية أخذت القرم تحت السيطرة الروسية بعد ذلك صار في حرب فرنسية إنجليزية ضد روسيا سنة 1853 امتبدأت حتى سنة 1856 ووقتها بيّنت في تلك الفترة بيّنت سيفاستوبل كمدينة بحرية روسية حيث هزمت القوات البحرية الروسية في أنذاك ودفعت تمن كثير غالي لذلك سيفاستوبل بالنسبة للروس هي مجد روسيا البحرية مجد البحرية الروسية سنتحدث أكثر لاحقا عن هذا الموضوع لكن على الأرض حاليا في أوكرانيا هل هناك فعلا حرب دائرة في الشوارع بعد أن تم ضم القرم بالتأكيد أوكرانيا تعرضت لضربة قوية جدا أدت إلى خلخلة البنيان في البلد البلد فقد حوالي 30 ألف كيلومتر أقل شوية من مساحته فقد 3 ملايين حوالي 2.700 ألف مواطن من مواطنيه هؤلاء صاروا في روسيا الاتحادية اليوم هذا واقع جديد تعيش أوكرانيا عليها أن تتعامل مع أوكرانيا عليها أن تتعامل حرب في الطرقات لا حرب في الشوارع مثلا في مدن شرق أوكرانيا اليوم في سابة أحد تخرج المظاهرات المطالبة بالاندمام إلى روسيا الاتحادية بأعداد ما بأعداد قد تكثر أو تكبر حسب المدن وحسب موقعها وحسب قربها أو بعضها من الحدود الروسية وحسب طريق التعامل السلطات المحلية مع المتظاهرين لأنه بالفترة الأخيرة كمان صار في نوع من التشدد في حيال هذه الأمور يعني في مدينة دنياتك الأوكرانية مثلا في شهر أذار حصل عدد من المظاهرات كبير جدا سابة أحد سابة أحد لأنه عادت الناس هونيك هذه مناطق عاملة مبدئيا يعني تنين تلاتة أربعة خميس جمعة بروحوا بيشتغلوا سابة أحد بينزلوا على المظاهرات يحملون الأعلام الروسية يغيرون الأعلام الأوكرانية في شوارع المدن بلحظات يعني مبدئيا الشارع يحكم المدينة ثابت أحد والدولة تحكم المدينة من التنين حتى نهار الجمعة سوف نتابع أكثر في تفاصيل أوكرانيا ولكن بعد قراءة عنوين الصحف أعزائي المشاهدين تصدرت السعودية اليوم عنوين الصحف العربية فالأمير مقرم بن عبد العزيز وليا لولي العهد في المملكة وفي شأن السوري كان ملفتا تصريح وزير الخارجية العراقي بشأن سوريا الذي اعتبر فيه أن منح مقعد سوريا للمعارضة خلال القمة العربية لن يسقط الأسد وفي عنوان آخر قرار سوري باستعادة كسب ولو كان الثمن حربا حدودية وفي لبنان مقتل سام الأطرش أحد أخطر المطلوبين الإرهابيين على يد الجيش اللبناني وهذا الحدث مر بهدوء العنوين الصحف العربية الصادر اليوم متابع شكرا لك دياء أهلا بكم جولتنا نبدأها مع صحيفة القدس العربي وفيها العاهل السعودي يعين الأمير مقرم وليا لولي العهد وسبعة أمراء من هيئة البيعة أبدوا تحفظات يبايع ملكا للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد والقرار لا يمكن تغييره ونقرأ في القدس العربي في الشأن المصري تعين حجاز صهر السيسي رئيسا للأركان يثير هواجس التوريث وسط تعتيم إعلامي على قربته للمشير من صحيفة القدس العربي إلى صحيفة الوطن العمانية وفيها الأسرى الفلسطينيون يلوحون بخطوات احتجاجية السعودية تعين الأمير مقرن وليا لولي العهد وفي الشأن الأوكراني عنوانت الوطن إدانة أممية لاستفتاء القرم إلى الشرق الأوسط وجاء فيها أيضا في الشأن السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد اختيار خادم الحرمين استند إلى رغبة الأمير سلمان وحظي بتأييد هيئة البيعة وموافقتها يبايع الأمير مقرن ملكا للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد مسؤولنا أمريكيون لقاء خادم الحرمين وأوباما سيؤكد على قوة العلاقات الرئيس الأمريكي في الرياض اليوم والمباحثات تشمل إيران وسوريا وعمليات السلام ومكافحة التطرف وأيضا نقرأ في الشرق الأوسط أردغاني يعلن الحرب على يوتيوب بعد تويتر أنقر تحجب الموقع إثر بث تسجيل الاجتماع الأمني يناقش سيناريو تدخل عسكري في سوريا إلى صحيفة البناء اللبنانية وفيها السعودية تتوج ميغرن ملك ظل قبل زيارة أوباما قرار سوري باستعادة كسب لو كان الثمن حربا حدودية خطة ترابلس تبدأ باهتزاز الحكومة على الداتا والمعلومات والنزيف مستمر الأسد الإرهاب التكفري يهدد بتفتيت المنطقة الجعفري يشير إلى تواطئ إسرائيلي تركي قطري سعودي وفي صحيفة البناء بوتين موسكو ستنشئ نظامها الخاص للدفع الإلكتروني تلافيا لاستفزاز روسيا النمسا ترفض اندمام أوكرانيا إلى الناتو صحيفة الوسط البحرينية جاء فيها العاهل السعودي يعين الأمير ميغرن وليا لولي العهد وأوباما يصل الرياضة اليوم بعد تويتر تركيا تحشب يوتيوب ونختم مع صحيفة البيان الإماراتية وفيها ترتيب بيت الحكم السعودي بتعيين ميغرن وليا لولي العهد أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي اعتبرها خطوة تعزز مسيرة التنمية والاستقرار وأوباما في الرياض اليوم احتفالات شعبية مصرية بترشح السيسي الأهالي ورجال الأمن يخمدون الإرهاب بوحدة الصف والإخوان يصاعدون وأيضا في صحيفة البيانة حكومة أردوغان تحجب يوتيوب بهذا العنوان نختم جولتنا على الصحف العربية لهذا اليوم وعودة إلى برنامج أخر طبع قبل الدخول في عنوين الصحف أيضا وللاطلاع على الشأن اللبناني الداخلي معنا عبر الهاتف الخبير الاستراتيجي والعسكري الدكتور أمين حطيد صباح الخير دكتور أمين صباح الخير يعني اليوم تعنون الصحف اللبنانية تحديدا الأخبار وصحيفة السفير أن طرابلس جديدة خلال أسبوع وأيضا في السفير الجيش يربح جولة جديدة ضد الإرهاب برأيك هل يمكن لهذه الخطة المرسومة لطرابلس أولا ثم البقاع أن تنجح هنا أميز بين المنطقتين بين طرابلس وبين البقاع لأن أي خطة أمنية حتى نقول أنها ناجحة ينبغي أن تتواصل لها عناصر ثلاثة العنصر الأول القرار السياسي الصانع للأمن والعنصر الثاني القدرات العسكرية المنفذة للقرار السياسي والحافظة للأمن والعنصر الثالث وهو الهام وهو البيئة التي تتحرك فيها القوة من أجل الأمن في العنصرين الأول والثاني قد يكون العنوان البقاعي متلازم مع العنوان الطرابلسي وبالتالي هناك قرار سياسي وهناك قدرات عسكرية إلى حد بعيد متوفرة لكن العنصر الثالث يختلف في البقاع عن طرابلس فنجد في إرسال بيئة باتت تحتاج لأمن رسمي وهذه البيئة ستساعد القوى العسكرية الرسمية على عملها وتنتج ظروف تمكن هذه القوى من النجاح وقد بدأت هذه القوى بشكل أو بآخر في البقاع بتحقيق إنجازات هامة جدا على الصعيد الأمني وكل ذلك بسبب التعاون من الأهالي والصورة التي شاهدناها من قبل المجتمع في إرسال وفي محيط إرسال الذي يدعم ويمد القوى الرسمية بالدعم اللازم لتنفيذ قراراتها وهذا ما أدى إلى إلقاء القبض على سامي الأطرش؟ وهذا الذي أدى إلى إلقاء القبض على سامي الأطرش لو لم تكن هذه البيئة الشعبية قد أنتجت لما كان بالإمكان تحقيق هذه الإنجازات الكبرى من قبل الجيش لأن الجيش لا يستطيع أن يتحرك في بيئة معادية كليا وبوسائل محدودة لكن عندما تكون البيئة متقبلة ومتعافنة مع الجيش يستطيع أن يحاقق مثل هذه الإنجازات هذا الأمر غير متوسط للأسف كما نرى في ترابلوس وكان في ترابلوس بالنسبة للخطة ينبغي أن يحصل أكثر مما اعتمد الذي كان ينبغي أن يكون هو إعلان المنطقة منطقة عسكرية وتوحيد الأجهزة الأمنية في ترابلوس بشكل يكون هناك غرفة عمليات واحدة وقيادة واحدة ورأس واحد حتى يستطيع أن يتكلم مع الأهالي بلسان واحد وأن يقود المسار العمليات بعد إنتاج بيئة متعاونة هذا الأمر لم يحصل وخاصة أن بعض السياسيين في ترابلوس يعملون باللسانين وبالوجهين فمن جهة يقولون أنهم يريدون دعم الخطة الأمنية ومن جهة ثانية يموّلون المسلحين ولو قام هؤلاء بقطع قنوات التمويل لا هدأت الأمور من قبل فترة طويلة ولكن على ما يبدو نعم دكتور أمين أحتيت ولكن على ما يبدو أنه وحسب ما تتحدث صحيفة الأخبار اللبنانية وتسأل هل بدأ التيار المستقبل بتنفيذ خطة مكافحة الإرهاب وتشفيف منابعه في لبنان يعني هل هناك من مصلحة لأن ينفذ القرار التي اتخذتها السعودية بكل الأحوال هذه النقطة كنت أول من لفت إليها منذ أسبوعين أو منذ ثلاثة أسابيع نعم عندما اتخذت السعودية قرارا ب إدراج جبهات تعمل في سوريا على لائحة الإرهاب وقلنا أن هذه الإزدواجية أو هذه الثنائية لا يمكن أن تكون منطقية ولا يمكن أن تؤتي نفعا فلا يمكن للسعودية أن تحارب الإرهاب في أرضها وتشجه الإرهاب في سوريا وقلت يومها بزر أن هل أن التيار المستقبل سيلجأ إلى هذه الإزدواجية نعم هل سيقبل على ذلك برأيك أنا أعتقد أن التيار المستقبل باتت من مصلحته أن يتعاون مع الدولة لأن الأمور تفت من يده لكن المسلحين سوترابلوس ليس جميعهم في إدارة وقفضة المستقبل بدأ المستقبل هو الذي يدير المعركة في ترابلوس ولكن مع الصراع القطري السعودي ومع وجود طيار العزم للمقاط كعنصر وسط أو ثالث لم يعد طيار المستقبل تلك الجهة التي تنسل كل الأمور نعم الوقت يضيق كثيرا ولكن لابد أن أسألك سؤالين أولا هناك من يتوقع بأن تلجأ هذه المجموعات القتالية التي تتقاتل إلى أن تتناحر فيما بينها يعني كما حصل بين داعش والنصرة هل تتوقع أن يحصل هذا في ترابلوس؟ في ترابلوس الوضع محدود جدا في هذه المسألة لأسى من اعتبار ولهذا السبب لا أعتقد أن الوضع ترابلسي الأمني سيكون نسخة عن الصراح يعني هناك تعذر من أن تتقاتل هذه تتناحر هذه القوى فيما بينها ممكن أن يكون هناك بعض العمليات المحدودة ولكن ليست بالحجم الذي يتصوره سؤال الأخير لحضرتك دكتور أيضا تتضمن الخطة لترابلوس أيضا هناك أنه هذه المجموعات العناصر المسلحة ما عدا قادة المحاور هناك اقتراح بضمهم إلى الجيش اللبناني هل ترى هذه الخطوة مفيدة؟ هل تجربة الميليشيات في الجيش اللبناني كانت ناجحة لدرجة أن تعاد؟ لا أعتقد أن الظروف القائمة حاليا تسمح بعملية الاستيعاب أو تكرار الاستيعاب الذي حصل في العام 1993-94 هذا أمر غير مطروح من الاعتبار العقائدي ومنه الاعتبار الإقليمي ومنه الاعتبار الطائفي نعم سؤال الأخير لحضرتك قضية سامئة الأطرش برأيك هل هناك أيضا بعض صيد سمين سيكون لاحقا أمام الجيش وهناك على طريق الحال يعني بعد سامئة الأطرش هل هدأت أو ما عدا هناك خطر التفجيرات في لبنان؟ أنا أعتقد أن الجيش اللبناني يخطو خطوات واسعة وثابتة وقوية في محاربة الإرهاب المنطلط من شرق البلاد ولن تكون مسألة السلام الأطرشية الأخيرة وهناك في الخطط كما بات معلوما أكثر من هدف محتمل وأعتقد أن الأيام المقبلة ستحمل الكثير من البشائر للشعب اللبناني في سياق محاربة الإرهاب على يد الجيش اللبناني الخبير العسكري والاستراتيجي دكتور أمين احطايت شكرا جزيلا على كل المعلومات التي آفتنا بها أعود إليك دكتور ربيع أيضا كنا نتحدث عن عنوين الصحف وحضرتك دوانت يمكن بعض العنوين أي من تلك العنوين توضع الحديث عنها نعم في الحقيقة هنا في عنوان لفت نظري وهو الإدانة الأممية للاستفتاء الذي جرى في القرم وضم القرم إلى روسيا الاتحادية يعني بالنهاية وقت أوكرانيا الجنوبية جزء من أوكرانيا الجنوبية وضم القرم بالطريقة هذه الجديدة التي حصلت بطريقة النكت التي تلعت هناك هي قصة الرجال الخضر التي نزلوا من المريخ أنه هذول لم يكن أحدا يعرف من وين وكيف وآم تنبين وطل عندما اتخذ القيادة الروسية هذا القرار أنا برأيي كانت مدركة لكل النتائج إن كان على المستوى الاقتصادي أو على مستوى حتى كانت شايفة كل النتائج الآن ستصل فبرأيي روسيا ماشية في قرار هذا لأنه مثل ما القرم بالنسبة للروسية مسألة كثير مهمة معنويا وتاريخيا وعسكريا وستراتيجيا وسياحيا يعني هذه القرم كمان منطقة سياحية وتدخل المال هي شهيرة بالسياحة طبعا يالفة مدن جميلة جدا على البحر الأسود هناك وفيها قصور قياس رياضة الروسية يعني الصيفية كلنا هناك كانت مصيف للقياس طبعا منطقة وهي تذهب إلى فرنسا أو إنجليترا يعني تصبح مصيفا للرؤساء الفرنسيين لم تذهب لم تذهب خاصة ما ذهبت أيضا عن هذا الموضوع برأيك هل يمكن لهذا القرار أن يؤثر على طريق التصرف روسيا تجاه القرم حاليا هل يمكن أن يؤثر هل يمكن أن يشكل ضغطا ورقة مساومة حتى يعني ممكن ممكن كورقة مساومة ولكن لا أدري ما هي النتائج التي قد تنتج عن ذلك برأيك الروس ماضين في القرار الذي اتخذوه حتى أنهم أطلقوا على هذه الحملة كما تعلمين حملة الربيع الروسي يعني وقرنوها أن هذه ليست ربيعا عربيا قالها الرئيس بوتين الذي تحول إلى شتاء بل الروس هناك يسمونه الربيع الروسي الذي بدأ في استعادة القرم وهناك ناس يطمحون في روسيا الآن إلى استعادة كل هذه المنطقة الجنوبية الشرقية التي كانت تسمى في ممضة النافراسية يعني روسيا الجديدة هذه استثماتها التاريخية طيب قبل أن نبدأ بالحديث عن ما يحصل حاليا يعني في أوكرانيا هل لك دكتور ربيع كنج أن تطلعنا على تركيبة الأوكرانية في السياسة يعني مما تتألف أوكرانيا من يتحالف مع من ومن ضد من الآن أوكرانيا كانت في كل الانتخابات التي كانت تحصل منذ الاستقلال إلى الآن كانت تقريبا تنقسم عموديا بشكل عمودي شرقي وغربي يعني المناطق الشرقية الجنوبية التي تسمى شرقية جنوبية هذه كنا نتكلم عنها وهي الذات الأغلبية الروسية المتكلمة التي كانت عاصمتها خاركوف في ممضة في ممضة لا خاركوف خاركوف ومنطقة أوديسا منطقة أوديسا هي تتألف الحقيقة من عدة مناطق الجنوبية الشرقية تتألف من عدة مناطق أساسية وهي خاركوف، دانياتسك، لوجانسك، وأودسا، وخيرسونسك، وخيرسون. هؤلاء ثمانية مقاطعات داخل أوكرانيا. وهناك من المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية. كانت المنطقة الناطقة باللغة الروسية تصوت لحزبين أساسيا. الحزب الشيوعي وحزب الأقاليم بعد أن تم تأسيسهم. حزب الأقاليم أخذ... هذا كله بعد تفقق الاتحاد السوفيتي. بعد تفقق الاتحاد، بعد الاستقلال. هناك حزبين رئيسياً في هذه المنطقة. في شرق أوكرانيا. في شرق أوكرانيا. حزب الأقاليم والحزب الشيوعي. الحزب الشيوعي الأوكراني. وهناك حزب ثالث. كان يأخذ عدد قليل من أصوات للمناسبة. وكان يسمى بحزب... وهو موجود لحد الآن. هو حزب الكتلة الروسية. كان يأخذ 3-4% من الأوساط. ليس أكثر. كانت الناس في شرق أوكرانيا وجنوب أوكرانيا. كتلة روسية الذين يحملونها الجنسية روسية. حزب اسمه الكتلة الروسية. كان يريد الاتحاد مع روسيا الاتحادية. وهذه هي مبادئة. يريد الانضمام إلى روسيا الاتحادية. كان هذا الحزب لا يأخذ عدد كبير من الأصوات. 3-4%-2%-2%-2% حسب المناطق في جنوب وشرق أوكرانيا. حتى في القرن بالمناسبة كان يأخذ 2% من الأصوات. ولكن كانت الناس في جنوب وشرق أوكرانيا مستعدة للفكرة أن تعيش ضمن دولة واحدة. ولكن السياسات التي المتتابعة عدم أن الخطأ الأساسي الذي ارتكبوه من كانوا في السلطة في أوكرانيا. لم يصنعوا وطنا. لم يصنعوا مواطنا. متمسكا بفكرة الدولة الأوكرانية كدولة كشف. حتى بعد الاستقلال. ما الذي أخر هذا الموضوع؟ لماذا لم يتم؟ العوائق. العوائق التي حصلت هي عوائق تاريخية. أعطت بعض النتائج السلبية على طريقة التطور الأوكرانيا بعد الاستقلال. مناطق غرب أوكرانيا كانت دوماً ممكن القول. كانت في التاريخ تشكو من ظلم ما. فهذه المناطق وصلت بشكل أو بآخر إلى السلطة. إلى إيصال فكرتها. أننا يجب أن نبتعد عن روسيا. يجب أن نفعل كل شيء لننفصل عن تاريخنا مع روسيا. عن تاريخ هذه. أن نفصل للمنطقة الجنوبية والشرقية عن روسيا. وهنا كان الخطأ الكبير الذي ارتكب. أنه طرحت أفكار من مثلاً أن يتم إلغاء اللغة الروسية في المدارس للتلاميذ في جنوب وشرق أوكرانيا. هذا ما أدت طبعاً إلى ردة فعل عكسية جداً. نرى نتائجها الآن. عادة عن هذه الخطوات أيضاً؟ هل هناك مثلاً خطوات اقتصادية؟ بالنسبة للاقتصاد أيضاً. هذه المناطق تعتبر نفسها أنها أقوى اقتصادياً من مناطق الغرب والوسط. فهي تعتبر أن نحن نقدم للميزانية الأوكرانية جزء كبير. من الميزانية الأوكرانية. ويريدون أن يفرضوا على هذه المناطق أيضاً كيفية عيشها. كيفية لغتها. مع من لها أن تأخذ صديقاً؟ من سيكون لها عدواً؟ يريدون أن يفرضوا عليها أن يكون عدوها مثلاً. هو روسيا وليس العدو التاريخي الذي تراه في الغرب أو في أمريكا. هو خوف من أوكرانيا الغربية. خوف من ذهاب أوكرانيا الشرقية. لهذا كانت تريد أن تلغي اللغة الروسية إلى... محاولة إنتاج مواطن كانت خاطئة. محاولة إنتاج هذا المواطن الذي يلتزم بهذا المواطن لم تكن موفقة. ولم تكن السياسات التي تبعت صحيحة. إذا أردنا أن نتحدث عن الإنتاج في أوكرانيا الشرقية. ماذا تشتهر بصناعته وإنتاجه؟ وبالمقابل أيضاً أوكرانيا الغربية. أوكرانيا الشرقية فيها عدد من المدن. مدينة خاركوف فيها عدد من المصانع التي تصنع السيارات وصناعات العسكرية. مدينة سبروجيا فيها مصنع سيارات الديو واللانوس والتي تجمع في أوكرانيا. دانيالسك هي مدينة تصنع الحديد والصلب. الكثير من حديد البناء الذي يباع في منطقة الشرق أوسط. يأتي من أوكرانيا من هذه المدينة تحديداً. دنيبرا بيتروسك هي مدينة تشتهر بصناعاتها العسكرية. دنيبرا بيتروسك كان فيها في زمن الاتحاد السوفيتي. فيها معمل الصواريخ الباليستية كان يعتمد عليه كل الاتحاد السوفيتي. تسليح روسيا إلى حد الآن يأتي جزء منه من المصانع الأوكرانية. هذا ما أريد أن أسألك على ماذا تعتمد روسيا من إنتاج وصناعة أوكرانيا؟ روسيا لا تعتمد الآن على الكثير. في زمن الاتحاد السوفيتي كان هناك نوع من توزيع المهام بين المدن والمناطق والجمهوريات. وهذا ما أدى أيضاً إلى انهيار الاتحاد السوفيتي اقتصادياً فيما بعد. كانت روسيا تعتمد على الكثير من ما يصنع في أوكرانيا. ولكن بعد 25 أو 22 سنة من الاستقلال لكل دولة. أعتقد أن روسيا الآن لم تعد بحاجة كبرى لهذه السماعات. يعني ماذا تأخذ روسيا من أوكرانيا؟ حالياً تعتمد على بعض القطع العسكرية من نيبرا بيتروسك. هل لديها بدائل أخرى روسيا إذا قررت أن تستغرمي؟ أعتقد أن البدائل موجودة. وروسيا دولة لا تدخل في مغامرة من هذا النوع بدون أن تكون بدائلها جاهزة. هذا في شرق أخرى نحوه؟ غرب أوكرانيا تعتمد مبدئياً على السياحة. على بعض الزراعات. على إنتاج الخشب وبيع الخشب. هل هناك قمح أيضاً؟ نعم هناك قمح في المناطق الجنوبية والوسطى. هناك قمح ومن المنتجات الزراعية الزيت التي تشتغل فيه أوكرانيا. هذه هي المنتجات الزراعية الأوكرانية. نتابع أكثر بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا. السلام عليكم من قناة الميادين. وإلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعة. وضيفي ربيع كانش في الستوديو. ونذهب إلى الحدث اليوم. عن الحكومة التركية والعدوان على سوريا. بقلم نائب وزير الخارجية السورية. في صحيفة البناء اللبنانية. أما في صحيفة السفير اللبنانية. فموقعة القرم قد تنعش الحلف الأطلسي. الذي يبحث عن دور بعد خروجه من أفغانستان. وفي صحيفة الفورن بوليسي. مصادر أمريكية ترجح دخول روسيا إلى شرق أوكرانيا. إلى الحدث اليوم التفاصيل. البناء فيصل المقداد الحكومة التركية والعدوان على سوريا. كل الوقاعة التقنية المتوافرة بحوزة القيادة العامة للقوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية. تثبت أن الطائرة السورية لم تنتهك الأجواء التركية. وأنها أسقطت وهي في المنجال الجوي السوري وسقطت في الأراضي السورية. لكن جرى تقديم الحدث من مستوى رئاسة الحكومة التركية. كحدث سيادي من الطراز الأول. وفي مهرجان انتخابي جرى توقيطه ربما مع إسقاط الطائرة. حكومة أردوغان تشن عدوانها على خلفية الإنجازات الباهرة التي حققها الجيش العربي السوري ضد المجموعات الإرهابية. ليس مهما إن كانت حكومة أردوغان ترتكب العدوان بالوكالة عن صاحب القرار أو إن كانت تفعل ذلك بالأصالة عن نفسها. فالمهم وما يجب أن تعرفه حكومة أردوغان أنها تلعب بالنار. سوريا لا تستخدم لغة التهديد والوعيد التي نطق بها أردوغان. سوريا تكتفي بالقول إن سلوك أردوغان وحكومته مجنون وغبي وسيلقى النتائج تشبه النتائج التي يحصدها كل المجنين والأغبياء. السفير روسيا والغرب بعد موقعات القرم لا يزال الغرب يتوعد بمعاقبة روسيا على سياستها في أوكرانيا وضم القرم إلى أراضيها. لكن روسيا تبدو غير عابئة بتلك التهديدات. فالنخبة الحاكمة الروسية تعتقد أنه ما دامت أوروبا بحاجة إلى الغاز والنفط الروسيين فلن تعطي ضغوط واشنطن على الكرملين نتائج ملموسة. ثم هناك احتمال أن تؤدي الأزمة حول أوكرانيا إلى انتعاش حلف شمال الأطلسي من جديد في البحث عن دور له بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ولا يستبعد خبراء أن تنشر الولايات المتحدة في المستقبل ما بين عشرة ألاف وعشرين ألف عنصر من قواتها في أوروبا الشرقية. هكذا يبدو المشهد الروسي الغربي بعد موقعة القرم. مشهد قد يؤدي مستقبلا إلى التبدل الأوزان والأدوار النسبية على الساحة الدولية في إطار ميلاد منظومة متعددة الأقطاب. فارين بوليسي دخول روسيا إلى شرقي أوكرانيا مرجح بصورة متزايدة. قالت وكالات الاستخبارات الأمريكية لمسؤولين أمريكيين إن هناك أدلة متزايدة عن أن روسيا تعد لغزو شرقي أوكرانيا. وإنه لا يمكن استبعاد احتمال هجوم وشيك وفق مصادر مطلعة. عدد الجنود قرب الحدود الروسية مع أوكرانيا يرتفع بثبات. وقرب حدود أوكرانيا الشرقية أفيد أنه جرت تزويد الجنود بالطعام والمعدات الطبية ما قد يحتاجونه في حال حصول عمليات إضافية. وكالات الاستخبارات الأمريكية أشارت إلى أن احتمالات الغزو تزداد بسرعة. مسؤولاني قالا إن التحذيرات الاستخبارية اتخذت لهجة أقوى جزئيا بسبب فشل وكالة الاستخبارات المركزية في التنبؤ بدخول روسيا القرن. بعض المسؤولين رأوا أن تسريبات حول أسليب جمع المعلومات الاستخبارية منحت الروس خارطة طريق لتفادي شبكات المراقبة الأمريكية. إذا كانت الوكالات الاستخبارية الأمريكية قد أساءت سابقا تقدير مهارات روسيا فإنها تبدو اليوم عازمة على عدم تكرار الخطأ نفسه. دكتور ربيع يعني عنوين كثيرة سوف نتحدث عنها ولكن أبدأ من الحكومة التركية والعدوان على سوريا. يعني تركيا لا توفر سوريا بكل ما يجري منذ ثلاث سنوات ولكن هناك أيضا كلام عن أن لتركيا مصلحة فيما يجري في أوكرانيا. هل برأيك كيف يمكن أن يكون شكل تدخل تركيا في أوكرانيا؟ يعني تركيا كان من الممكن أن تتدخل في القرم لأنه في القرم هناك مجموعة إثنية هي تتر القرم الذين يرتبطون تاريخيا بشكل أو بآخر بتركيا. من خلال هؤلاء كان ممكن لتركيا أن تلعب دورا في أوكرانيا وتحديدا في جنوب أوكرانيا. ولكن الآن بعد ضم روسيا بهذه السرعة للقرم أعتقد أن روسيا ستبادر إلى صد أي محاولة تركية للتدخل في القرم. يعني حقيقة منذ سنة 1996 أنا كنت في زيارة إلى يلت صدفة كان في أشخاص يدعون الناس إلى الدخول إلى المساجد. يعني بدأ العمل على هذه المسألة منذ سنوات. ليست مسألة الإسلاميين في الترم. هل تركيا عملت على ذلك؟ يعني تركيا والدول المعروفة التي عملت على السيناريو نفسه في سوريا. يعني تركيا والسعودية تحديدا. طبعا يعني حتى الآن تذكرت مسألة لصديق دخل إلى أحد مراكز الشرطة في مخاتشكالا في داغستان. هذه ضمن روسيا الاتحادية. فوجد في مركز الشرطة علما سعوديا. يعني تفاجأ. علما سعوديا بشكل رسمي. علما سعودي يعني بشكل. في مكتب رئيس الشرطة. في مكتب رئيس الشرطة في جمهورية داغستان الروسية. التي هي ضمن روسيا الاتحادية. وجرأ أن ذاك تحقيق. وكتبت الصحافة عنه بعد الإنترنت. وإلى ذلك بعد أن ظهرت في الإنترنت. طب هذا يعني؟ يعني هناك عمل على. يعني ما فعلته القيادة الروسية. أنا برأيي في أوكرانيا. هو عملية استباقية لما كان ممكن أن يجري في روسيا. وتحديدا أن الدفاع الروسي عن نظام الرئيس الأسد في سوريا. ليس فقط عن نظام. إنهم يدافعون عن فكرة ما. إنهم يواجهون نوع من التكفير. الذي قد يصل إليهم بين لحظة وأخرى. هل هذه الخطوة؟ إلى أي حد هناك من يعتبر بأن هذه الخطوة لن تجنب روسيا هذا الكأس. كأس التكفيريين والهجمات الإرهابية. وقد قامت بعض المجموعات بتفجيرين في روسيا. أحيانا أن أفكر في هذا الأمر. أعتقد أنه إذا لم يؤدي إلى إنهاء هذه الحالة 100% فقد أدى إلى تأخيرها وإنهائها بنسبة كبيرة. يعني لحقا. يعني كانت عملية استباقية أنا برأيي لإيقاف ذلك. وإضافة إلى هذا إذا قامت روسيا باستكمال خطتها. كما الآن يتكلمون فيه من المصادر الأمريكية وغيرها من الأوروبيين باحتلال شرق وجنوب أوكرانيا وضمهما. فإن روسيا تكسب. احتلال؟ احتلال بين هلالين. حسب كلهم ينظر إلى الأمر من منظاره الخاص. إذا تمت بالنسبة لكثير من الأوكرانيين الروس. الذين بالمناسبة يسميهم مواطنيننا في أوكرانيا. بالنسبة لهم هذا تحرير. وهم بانتظار دخول الجيش الروسي. هذا ما أريد عنه الانقسام. في الشارع. هناك انقسام طبعا في الشارع الأوكراني. بالنسبة للأوكراني الغربيين ينظرون إلى ذلك كاحتلال لجزء من أراضيهم. بصفاتهم دولة مستقلة إلى آخره إلى آخره معترف بها من قبل الأمم المتحدة. كنا نتحدث عن موضوع في حال صدقت المصادر الأمريكية التي ترجح بأن روسيا تضم أوكرانيا الشرقية وجنوب أوكرانيا إليها. هذا أيضا كيف يساعد على تجنيب روسيا كأس. هذا يساعد على تجنيب روسيا من خلال أن روسيا تكسب أولا مواطنين لها. هم يعتبرون أنفسهم روس. تكسب بحدود عشر مليون روسي يعيشون ضمن الأراضي الأوكرانية كما هي تعتبرهم. وكما الكثير منهم يعتبرون أنفسهم. هذا أيضا يساعد روسيا ديموغرافيا إلى آخره إلى آخره. بالضبط. بغير هذا الموضوع أيضا ساعدها على ضم مواطنين روس. في المقابل هل هذا يجنبها أم أنه يستفز الجماعات التكفيرية أكثر. وبالتالي تكون عرضة أكثر لهذه. هذا سلاح ذو حدين. قد تترك للمستقبل كيف قد تجري الأمور. تجري المستوامات على هذا الموضوع أيضا. هناك المفاوضات. هل هناك مخاوف أيضا من الأوكران والمتطرفين اليمنيين كبلي الذي قتل أول من أمس؟ ساشا بلي. هؤلاء هم الحقيقة موجودون في أوكرانيا منذ زمن بعيد. الغربية أو الشرقية؟ الغربية. سأعطيكي فكرة بسيطة. في الغابات أوكرانيا الغربية هناك نزعة استقلالية عند المواطنين هناك قوية جدا. مشكلهم الأساسي لم يكن مع الروس. مشكلهم الأساسي كان مع البولون قبل الحرب العالمية الثانية. كانوا محتلين من قبل بولونيا. بولونيا التي دينهم مثل دينها. وطائفتهم مثل طوائفها. كان لهم مشكل مع البولون. وخلال الحرب العالمية الثانية عملوا مع الجيوش النازية. وكانت هناك مجزرة ارتكبوها بحق البولون. ذهب ضحيتها 80 ألف مواطن بولوني في مدينة اسمها غالين أوكرانية. مشكلهم ليس مع الروس. عندهم نزع استقلالي. هذه طبيعتهم. يريدون الاستقلال دوما. هؤلاء أفرزوا جيشا. اسمه الجيش المتمرد الأوكراني. أنا ذاك. أوبا. وهؤلاء هم أحفادهم. لذلك الآن يقولون. عندما روسيا تتكلم عن النازية الجديدة. وعن الفاشية الآتية. فهي تتكلم تحديدا عن أوبا. الذين فيما بعد ارتكبوا المجازر. ليس في حق البولون فقط. بل في حق أيضا أخوانهم في الوطن الأوكراني الشرقيين. الذين فيما بعد أسسوا جمهورية معهم. هذا طبعا ليس هؤلاء هم كل الأوكراني الغربيون. ماذا يوجد أيضا في أوكرانيا الغربية غير هؤلاء؟ هناك حزب أحزاب يمينية البتكيفشينا أرسيني يتسينيوك ويولا تيماشينكا. وهناك حزب السوابودة الحرية لكتاجنيبوك. هذه الأحزاب الأساسية هناك. وهناك حزب فيتالي كليتشكو المصارع الشهير البطل على المصارع في البوكس. تلك الأحزاب هي قادرة على التفاهم مع روسيا وعدم التصادم معها. الحقيقة هناك الكثير من الكلام. هناك ما يقال أن أرسيني يتسينيوك وحزب البتكيفشينا ويولا تيماشينكا هم الأقرب إلى إيجاد قاعدة مشتركة للمفاوضات مع روسيا. ولكن هل روسيا مستعدة الآن؟ هل هم مستعدون لذلك؟ لا أدري. الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما قال مسألة هامة جدا منذ يومين. أنه نحن قلنا لروسيا لا نريد أن نكون معك. علما أن كوتشما لا يريد أن يكون مع روسيا ولم يكن يريد أبدا أن يكون مع روسيا بالمناسبة. قال نحن نقول لروسيا لا نريد أن نكون معك. نحن اتجاه هنا هو أوروبا وحلف الناتو. ولكن هل انتظرنا أحد هناك؟ لم ينتظرنا أحد هناك. هذا ما حصل في أوكرانيا. لا مع روسيا ولا معها. حسب رأييه. برأيك بعد اللي نفترض أنه ضمت شرق أوكرانيا. روسيا عادت وضمت شرق أوكرانيا وجنوب أوكرانيا. هل يبقى الغرب متحمسا لضم أوكرانيا إليه في الاتحاد الأوروبي؟ الحقيقة الغرب ممكن أن ينقسم. لأنه أن يعود التاريخ الحقيقة التاريخية كما كانت. لأن الغرب أيضا كان ثلاث مناطق أو أربعة مناطق. المنطقة الشمالية التي كانت تابعة لبولونيا وهي منطقة الفوف. هي أيضا أربع مقاطعات. الفوف إفانا فرانكوف سكروفنا. والمنطقة الوسطى الزكربات الذي كان ينتمي إلى تشيكيا جزء منه. والجزء الآخر ضمن الأراضي الهنغارية المجرية. والقسم الجنوبي الذي كان ضمن الأراضي الرومانية. وهذه المناطق تم ضمها في عام 1945 و46 على مراحل أيضا لتأسيس أوكرانيا الكبرى. وكانت آخر عملية ضم لتوسيع الأراضي الأوكرانية. هي ضم القرم في سنة 1954. هي آخر عملية ضم لإيجاد هذه الدولة. هذه الجمهورية التي نعرفها اليوم. بحدودها الحالية. طبعا لحد من كم يوم. حتى استعد الروس شبه جزيرة القرم. حتى استعدوا الهدية. حتى استردوا الهدية. نذهب إلى إقرأ روسيا البرلمان الأوكراني. ولاحق أعداء الأمة. وأوباما لا يعرف ماذا يريد من روسيا. إقرأ روسيا والتفاصيل. قامرساند. البرلمان الأوكراني يلاحق أعداء الأمة. ناقش البرلمان الأوكراني في جلسة تخللتها محاولة اقتحام من قبل متطرفين. مشروع قانون لتطهير البلاد من الحقبة السوفيتية السابقة. ما يمهد لتغيير هيكلي في البلاد. هذا القانون يطاول أساسا ممثلي الأحزاب اليسارية والمناطق الشرقية. لكن المفارقة أنه خلال تقديم المشروع الذي أعده نواب حزب الحرية. كان المئات المزودون بقنابل المولوتوف يحاصرون البرلمان ويهددون باقتحامه. ما لم يتبنى النواب مشروع القانون. البرلمان سيناقش هذا المشروع. لكن تكرار السيناريو البولندي أو تشيكي عبر التطهير الكامل للحقبة السابقة. يحتاج إلى نقاش إضافي لأن الأمر غير وقعي بصيغاته الحالية. لسبب بسيط هو أن جميع المسؤولين في الحقبة السوفيتية لا يشغلون أي مناصب رسمية منذ 23 عاما. قمصو مولسكايا برافدا. أوباما لا يعرف ماذا يريد من روسيا. يجول رئيس البيت الأبيض في أوروبا منذ أسبوع تقريبا. والتطورات الأوكرانية كانت محور اجتماعاته مع نظرائه في العالم القديم. أوباما يعلم صعوبة إقناع بعض شركائه الأوروبيين الذين يفضلون العلاج الهادئ لمسألة ضم القرن إلى روسيا بأن موسكو تستعد لغزو الشرق أوكرانيا. الرئيس الأمريكي هدد بالمزيد من العقوبات ضد روسيا إذا اشتاحت المقاطعات الأوكرانية الشرقية. مع أن وزير الدفاع الروسي أكد لنظيره الأمريكي أن بلاده لن تقوم بذلك. وعلى رغم من الاندفاعة الأمريكية القوية في المضي قدما في فرض العقوبات على موسكو. إلا أن أوباما عاد ليتحدث عن حاجة العالم إلى روسيا قوية. فهل ثمت من يفهم ماذا يريد الرئيس الأمريكي؟ كما قرأنا دكتور ربيع تارة يريد فرض عقوبات على روسيا وتارة أخرى يريد روسيا قوية. فعلا ماذا يريد أوباما من روسيا؟ يعني ماذا يريد أماما من روسيا؟ ربما الولايات المتحدة الأمريكية بعد سنوات من محاولاتها حصار روسيا ضمن أرضيها. والاقتراب منها شيئا فشيئا. والانقضاد عليها بالسياسة وبالعسكر وبتوسيع حلف شمال الأطلسيناتو. ربما الآن وصلت الولايات المتحدة إلى مرحلة أن التفاوض لا بد أن يجري مع روسيا. وأن يكون تفاوضا من... إذا لم يكن لأن نظرة الولايات المتحدة إلى الآخرين كما تعلمين دوما هي نظرة فوقية. ولكن ربما اقتنع الأمريكيون أنه بعد ضم القرم أن روسيا أيضا قادرة أن تؤذي في أماكن ما. وأن تدافع عن مصالحها كما قال الرئيس بوتين. أنه آن الأوان للآخرين في هذا العالم أن يعلموا أن لدى روسيا مصالحها. وأن لدى روسيا مصالحها الاقتصادية والسياسية والعسكرية أيضا في هذا العالم. منذ سنوات زارت مادلين أولبريت روسيا. وكان الرئيس بوتين رئيسا للوزراء. ففي مؤتمر صحفي قالت مادلين أولبريت أن ثروات سيبيريا هي ثروات أممية. ونحن نعرف ما معنى الثروة الأممية بالمفهوم الأمريكي. أي هي ثروة أمريكية. وعلى أمريكا أن تعيد توزيعها في هذا العالم. وأنا ذاك رد عليها بوتين أن هناك ذئبا في هذا العالم. يأكل ويأكل. ولا أحد يستطيع أن يقنعه أن توقف عن الطعام. هناك أيضا أناس آخرون يريدون أن يأكلوا معك من هذا الطبق. وهذه هي الحقيقة. هذا هو حقيقة الموقف الأمريكي. إلى أي حد ممكن أن تؤثر العقوبات الاقتصادية التي تريد فرضها أمريكا على روسيا؟ أعوذي للقول أن روسيا قبل أن أطلقت حملة ما يسمى وعيد تسميتها بحملة كما يحب أن يسميها روس حملة الربيع الروسي. أعتقد أنهم درسوا كل هذه الأمور. ولا أعتقد أن العقوبات الاقتصادية ستكون مؤذية جدا للاقتصاد الروسي. العزلة هل هم قادرون على عزلتها؟ هناك دول أضعف بكثير من روسيا. هناك كوريا الشمالية مثلا. هي دولة ضعيفة صغيرة يحاصرونها منذ سنوات. لم يموت بعد أحد من الجوء هناك. يموت بعض الناس. ربما يتحدثون عن العزلة الدولية بشكل العلاقات الدولية والتبدل. أعتقد أن روسيا هي دولة لابد من التفاوض معها. وهذا أيضا ما وصل إليها العديد من الساسة حتى في أوكرانيا ذاتها الآن. التي تعرضت حسب نظرة بعض الساسة الأوكراني إلى الاحتلال من قبل روسيا. أدرك أنه لابد من التفاوض مع روسيا للنظر إلى مستقبل أوكرانيا والعلاقات الأوكرانية الروسية. هذا ما تكلم به الرئيس كوتشما نهان منذ ساعة. إلى أي حد قادرة روسيا على الضغط على أوروبا بشأن أمريكا؟ هل لديها أوراق ضغط؟ أوراق الضغط التي لدى روسيا هي الطاقة. هي الطاقة الغاز الذي تتحكم فيه. وأعتقد أنه بالنهاية لكل حلفاء في هذا العالم. ولأوروبا حلفاءها ولروسيا أيضا حلفاءها. لهذا تدعو أمريكا أوباما تحديدا إلى إيجاد مصادر أخرى للغاز. نعم لألغاز الصخري وغير الصخري. ولكنه مكلف جدا باعتقادي لإرساله إلى أوروبا. وهذا ما يجبر. وتحديدا ألمانيا تخاف جدا من هذه العقوبات التي قد تحصل ضد روسيا. لماذا ألمانيا تحديدا هي التي تخاف؟ لأنه بعد الاستقلال بين روسيا وألمانيا. علاقات اقتصادية وثيقة جدا حوالي مئات الشركات الألمانية تعمل في روسيا. وهذه الشركات الألمانية عندما أحست بالخطر الاقتصادي الذي قد يتعرضها في حال إرساء أو عقوبات على روسيا اقتصادية. تحركت بشكل ضاغط على الحكومة الألمانية. وهذا باعتقادي لذلك أن ألمانيا تأخذ موقفا ما بين بين دوما من هذه المسائل. متردد. تبدو متردد. حتى في المسألة السورية إذا كنا نذكر في بدايات الأزمة. وحتى الآن أنها مترددة في مواجهة روسيا. هذا ما قاله. هناك تسريبات عن الرئيس بوتين أوكرانيا. ورقة مساومة مع سوريا. وينفي نية الغرب الدخول في حرب بردة جديدة مع روسيا. تسريبات لمضمون اجتماع فلاديمير بوتين مع مجلس الأمن القومي الروسي. كشفت أن أوكرانيا لم تكن سوى ورقة مساومة. حاول الغرب مبادلتها بورقة بروسيا. إلا أن الأمور لم تسر كما. منذ اللحظة الأولى كانت مصادر روسية تقول لا علاقة للأمرين. سوريا هي سوريا وأوكرانيا هي أوكرانيا. لدينا مصالحنا في سوريا ولدينا مصالحنا في أوكرانيا. منذ اللحظة الأولى تم الفصل بين الأمرين بالنسبة للروس. ولكن طبعا لدى الغرب لا يمكن الفصل. لدى الغرب لا يمكن الفصل. ولكن روس وضحوا الأمور بالنسبة إليهم. هنا قدودنا وهنا مصالحنا. ولن نتراجع لا هنا ولا هناك لذلك أعتقد أن الوضع في أوكرانيا الآن في وصول حكومة أوكرانية تنظر إلى الأمور بعين العقل يجب عليهم أن يتفاوضوا مع الروس روسيا هي دولة لم تكن أبدا عدوتهم على مر التاريخ هي دولة على حدودهم هي دولة تربطها بهم علاقات عائلية واقتصادية وتاريخية كبيرة جدا في المقابل حضرتك أنه يجب أن يكون فيه البرلمان الأوكراني يلاحق أعداء الأمة وهناك مشروع قانون لتطهير البلاد من الحقبة السوفيتية السابقة ما يمهد لتغيير هيكلي هذا ما يطرحونه لكن أريد أن أقول لك شيئا ليس هناك حقبة سوفيتية سابقة في أوكرانيا في أوكرانيا لم يعد هناك شيء له علاقة بالحقبة السوفيتية السابقة هناك بعض العواطف عند بعض الناس الذين يرتبطون عاطفيا بالحقبة السوفيتية السابقة وما يتحدثون عن اللغة عن اللغة ربما اللغة الروسية لا أعتقد أنهم سيستطيعون أن يحرموا عشرة ملايين أوكرانيا يتكلمون باللغة الروسية من هذا الحق هذا بالنهاية حق معترف به حتى في الشرعات الأوروبية وفي القوانين الأوروبية وفي القوانين الأمم المتحدة ولذلك يجب أن نظر الآن إلى الأمام إذا كان لابد لأوكرانيا أن تعيش كدولة واحدة موحدة إرساء قواعد وخلق وإعادة صناعة هذا المواطن الذي ينتمي إلى هذه الدولة ولتكون هذه الدولة صديقة لكل من حولها حتى كان هناك كلام جيد جدا للمستشار النمساوي منذ أيام أن أوكرانيا لا تستطيع أن تعادي أحدا موقعها الجغرافي لا يسمح لها بأن تكون عدوة لأحد هذا المشروع القانون الذي يتحدثون عنه ماذا يعني يغير هيكلية البلاد؟ كيف يؤثر عليها ليغيرها؟ هذا مشروع القانون أوكرانيا اليوم تعيش حالة فوضى سياسية واقتصادية الناس لا تعرف ماذا تريد حتى هؤلاء البرافيسكتر أو القطاع اليمين المتطرف الذي يسمى في الأمس ليلا حاصر البرلمان كان يريد أن يحاسب النواب على الميدان سحبهم من قلب البرلمان ومحاسبتهم لأنه جرى قتل ساشا بيلي واتهم وزير الداخلية بتنفيذ الأوامر الروسية بقتله ولكن أنا لا أعتقد بالنهاية أن وزير الداخلية الأوكراني تبين في النهاية أنه عميل للمخابرات الروسية وزير الداخلية الجديد الذين هم أتوا به إلى السلطة هل ستبدأ تصفية هؤلاء الأشخاص الذين يشكلون خطرا على أوكرانيا لاحقا والتفاهمات مع روسيا؟ أنا أعتقد هذا الطلب ليس فقط روسيا إن لم يكن تصفيتهم فهو المطير أتحدث عن أوكرانيا هناك من يرى المشهد بشكل مغير أوكرانيا أنا أعتقد أن هذا ليس فقط طلبا روسيا بإزاحة هؤلاء من الساحة السياسية بل هو أيضا طلب أوروبي لأنه أيضا أوروبا لا ترضى بأن يكون على حدودها على حدود بولونيا أيضا أن يأتي هؤلاء الذين منذ 40 عاما قتلوا 80 ألف بولونيا بالنسبة للبولون أيضا ليس هذا الشيء لا يريحهم هذا شيء تاريخ أيضا ولا ينسونهم دكتور ربيع كنج انتهى للأسف الوقت حتى الآن شكرا جزيلا على حضورك وعلى كل المعلومات التي قدمتها لنا وأيضا إلى مشاهدي قناة الميادين أهلا وسهلا قناة المشكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد ترجمة نانسي قنقر